دعا مجلس إدارة البنك المركزي اليمني الحكومة إلى إعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية خاصة في مجال التعبئة وتحصيل الموارد العامة وتخطيط الإنفاق وثقا للأولويات ووقف مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في اجتماع دورته التاسع اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة محافظ البنك أحمد المعبقي أمام الموضوعات المتعلقة بالتطورات المالية والاقتصادية وموقف مالية الدولة والتزاماتها والاحتقانات التي تعيشها بعض المحافظات ودعا الاجتماع مجلس القياد الرئاسي والحكومة إلى دعم البنك المركزي ومساندته بما يمكنه من القيام بواجباته باستقلالية ومهنية في ظل هذه الظروف الصعبة والتطورات غير المواتية واتخاذ بعض الاجراءات ذات الطبيعة العاجلة للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي وفقا للبيان ترجمة نانسي قنقر